اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادته كيف خلق الله الجن وكيف يموتون وما هي حقيقتهم السلام عليكم مشاهدين الكرام الجن هم من مخلوقات الله عز وجل التي خلقها لعبادته وطاعته ويعيش الجن على سطح الأرض مع الإنسان ويتلاقى به خلال حياته بشكل كبير وعلى الرم من أن الإنسان لا يستطيع رؤية الجن من حوله أو الإحساس بوجوده إلا أن الجن يملك القدرة على رؤية الإنسان وكل ما يجول في عالمه كما أن لديه القدرة على المساس به والظهور له والتدخل بحياته بشكل كبير فعالم الجن عالم كبير ومعقد وأعداده تفوق أعداد الإنس أضعافا مضاعفة والفارق بيننا وبين الجن أنهم يروننا من حيث لا نراهم إلا من كشف الله عز وجل عن بصيرته أو أراد له ذلك وهم أهل قبائل وعشائر وديانات وطرائق فتجد منهم الجنية المسلم والنصرانية واليهودية والمجوسي وكذلك عبدة إبليس اللعين ومنهم ملادين له وليس هذا فحسب إذ الفوارق كبيرة بينهم حجما وشكلا وهم نقيض للإنسان الذي لا يحمل هذه الفوارق بين أفراده في هذا الصدد لكن عالم الجن مختلف تماما فقد يصل طول المارد منهم إلى مئات الأمتار في حين لا يتعدى طول القزم منهم المتر الواحد فكما نلاحظ مشاهدين فالفارق كبير جدا أضف إلى ذلك الاختلاف الواضح باللون والشكل إذ تتنوع الألوان فيهم فمنهم الأحمر ومنهم الأزرق وكذلك سود اللون في التشكيل وأما التنقل والحركة فمنهم من يدب على الأرض قفزا فيزيده القفز سرعة وقد تقدر سرعة من يدب على الأرض منهم سبعين كيلو مترا في الدقيقة الواحدة بمقاييسنا نحن البشر ومنهم من يطير وله سرعة تفوق سرعة من يدب على الأرض آلاف الأضعاف وقد تقدر سرعة من يطيرون بسرعة الضوء وكلا منا نحن الإنس وهم الجن خلقنا الله سبحانه وتعالى وأرسل إلينا رسلا وإليهم رسلا والكتب السماوية الأربعة ذكر فيها الجن وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم ليكونوا عابدين مخلصين له ولكن للأسف كما يحصل في عالم الإنس قد تجد المطيع وقد تجد الوضيع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وخلق الله سبحانه وتعالى الجن من مارج من نار وهو اللهيب الأسود الشديد الحرارة من النار وهذا ما منح الجن طبيعتهم الفيزيائية والمادية الخفية والتي تجعل من الصعب على عين الإنسان رؤيتهم أو تحديد مكان تواجدهم وجاء خلق الجن قبل خلق الإنسان ودليل ذلك وجود إبليس وهو نفر من الجن عند خلق الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم عليه السلام أول الإنس ورد ذلك فيما رواه مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال سبحانه وتعالى في سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وقد خلق الله عز وجل الجن قبل آدم عليه السلام وكان قبلهم في الأرض الحن والبن فسلط الله عز وجل الجن عليهم فقتلوهم وأجلوهم عنها وأبادوهم منها وسكانوها بعدهم وبعدها أفسد الجن في الأرض وسفكوا فيها الدماء فبعث الله عز وجل إليهم إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور وكان الله عز وجل قد أمرهم بعبادته وطاعته وشكره على النعم التي أنعمها عليهم ولكن الغالبية العظمى من الجن خرجوا عن أمر الله سبحانه وتعالى وعصوه وسفكوا دماء بعضهم البعض وارتكبوا الحرمات فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الملائكة بعذابه وعقابه على ما فعلوا وسفكوا وقتل الملائكة منهم عددا كبيرا وهرب البعض الآخر إلى أعالي الجبال واختبأوا فيها وأسر الملائكة عليهم السلام من الجن إبليس ورفعوه معهم إلى السماء حيث تاب إلى ربه هناك وعاش في السماء مع مخلوقات الله عز وجل من الملائكة إلى أن خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه السلام من طين وأمر الملائكة والجن بالسجود له فسجد الملائكة كلهم ورفض إبليس السجود لآدم لاعتقاده بأنه أفضل من آدم فهو مخلوق من نار أما سيدنا آدم عليه السلام فمخلوق من طين وطرد الله عز وجل إبليس من رحمته بسبب عصيانه أوامره وطلب إبليس من الله سبحانه وتعالى أن يتركه إلى يوم القيامة حتى ينتقم من سيدنا آدم عليه السلام وسلالته من الإنس بإضلاله مع طريق الصواب وعبادة الله عز وجل وبتجميل طريق المعصية لهم بمساعدة جنوده ومن اتبعه من الجن الكافر فتسبب إبليس في معصية سيدنا آدم عليه السلام لربه عز وجل حيث تم طرده من الجنة إلى الأرض ليعيش فيها وعاد إبليس إلى الأرض متتبعا سيدنا آدم عليه السلام وذريته من الإنس يقال أنه كان اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل وكان من سكان الأرض ومن أشدهم اجدهادة وأكثرهم علما وكان إبليس من أكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا وكان له سلطان الأرض ولما أراد الله عز وجل خلق آدم عليه السلام ليكون في الأرض هو وذريته من بعده وصور جثته منها جعل إبليس وهو رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذاك وكان اسمه عزازيل جعل يطوف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك لا شك في أن الجن يموتون لأنهم مشمولون في قول الله تعالى كل من عليها فان كما أن في صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وأما عن أعمارهم وما إذا كانوا يعيشون آلاف السنين وعشرات الآلاف فإن ذلك من الأمور الغيبية وكما جاء في الحديث الشريف أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون رواه البخاري ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن منهم من يموت بقطع حارقة من الشهب الثاقبة ومنهم من يموت بالقتل وبالمرض وغير ذلك من أسباب الموت وقد يسلمون من بعض أسباب الموت بالإنسان مثل الموت غرقا فبعضهم يغوص في الأعماق كما في قصة سليمان عليه السلام وبعضهم يطير في الآفاق التي ينعدم فيها الهواء كما في قصة استراق السمع وبعضهم قد يموت من آثار الاستدام بالأشياء الصلبة للطافة أجسامهم وإذا حصل منهم التشكل في أجسام إنسية أو حيوانية فإنهم يصبحون أسرى هذا التشكل ويحصل لهم من التأثر بالعوارض مثل ما يحصل للجنس الذي تشكلوا به وذلك كما في قصة الصحابي رضي الله عنه الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب من الجهاد لعروسه فوجد حية على فراشه فقتلها برمحه فوقع صريعا وانظر ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الذي كان يأكل الصدقة من الجن فكاد يأسره ثلاث ليال انظر ما رواه البخاري وعلى كل حال فالجن يموتون بأسباب يشتركون فيها مع الإنس وقد ينفردون بأسباب تتعلق بأعمارهم فقد تطول وورد عن بعض أهل العلم أنها من حيث الجملة أطول من أعمار بني آدم أما إبليس فهو طويل العمر بوعد الله عز وجل له قال سبحانه وتعالى في سورة الحجر قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين وإبليس هو أكبر الشياطين ومنه تناسل الجن هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر